جهان نزلة مصر. في الصف يا اهبل يا ابن الاهبل. اهلا بكم وحلقة جديدة يا عايكم هاني. جهان نزلة مصر يا جماعة. يعني خبوا لكم. خبوا لكم. رجل لسه اللي اختر من شوية بيقول جهان نزلة مصر. طب احنا نعمل ايه يا ابني? انت مجنون يا حبيبي ولا في ايه مالك? مالك? ايه ده حبيبي? جهان نزلة مصر? ايوان يعني. ايه اللي هيحصل في الدنيا يعني. ايه? هتسجن الرجل يعني? وانتو بفيش اي حاجة اسمناها عنكم بان شغور واسابيع وايام وساعات ولا في اي حاجة. تعالوا مع بعض نكمل ونشوف المضع باسم سام بيقول ايه? في الفترة اللي فاتت كان في سكون. وكان اصوات بتتردد. هي فين جهان? اللي عمرين تقولوا عليها. دي واحدة مستقجرة. واحدة مش عارف جاية عشان تهد وتعمل. وآآ يعني. انت عبيت يا له. انت دماغك ضرب يا له. انت الخانكة بك دماغك يا ابني. كتير اتكلم في حق هزي السيدة بالباطل. وكتير الدعمها. وكتير بيقول ان هي افترت على هذا الرجل وهي بس عايزة تسود سمعته. الآن بعد ما جهان راحت مصر. راحت في بلد السيد عبدالله رشدي. راحت مطرح ما راحت. راحت مطرح ما راحت. كل البنات ارتاحت. وانا عايزة شكلت اه يا اولي. راحت في المكان اللي موجود فيه الشيخ احمد البصيلي. فده يدينا فكرة ان عزيز سيدة صادقة في ما تقول. ده بس نسان. للأسف. آآ الناس لحد دوقتي مش قادرة تفعل من ده جمع الاسلام. متمثل في حاجة بسيطة جدا. جنب الاسلام طبعا. الشيخ عبدالله رشدي. احنا طبعا بده ده يعني اي حد بينتقد بالشكل دوت وبالاسلوب اللي غير راكي وغير محترم وغير مهزب. طبعا للدعاء بتاع جهان دعاء غير طبيعي جدا. خالص يعني. قصة كلها مش محتاجة التعليف ده كله. قصة كلها مش محتاجة نتعب عشان آآ ما نصدقهاش. بس مسام يعني كل حديثه كلها هجوم على الاسلام وهجوم على شيخ الازهر وهجوم على آآ كل ما هو اسلامي. طب انت ملة اهلك ايه? انت بني ادم ما عندكش راحت الدم ولتسانك طويل وعمال اسفاف اسفاف. انت قعد في المانيا وعمال توقع بين الناس وبين المسلمين والاضرات هنا في نصر. ليه مش عارف? احنا كلنا نسيج واحد وكلنا بتحب بعض ما عندناش اي مشاكل. بالعكس احنا جراننا زي الفل للأطباط. او المسيحيين. ما فيش مشاكل بتحصلت في الشغل في البيت في الشارع في اي حاجة ما بتحصلش مشاكل خالص. انت اللي شغال ليه? عمال تهلو عمال توقع بيننا وبينهم. يا اخو والله العظيم ولا انت ولا عشرين زيك هيقدروا يهدوا حاجتين اتنين. ولا يهدوا في الاسلام ولا يهدوا في العلاقة اللي بيننا وبين الاطباط او المسيحيين. عملت فيديوهات كتير جدا عن باسم ودي طبعا قناة الاحتياطية. قناة قصة وما فيها. عشان احتياطي على القناة ولا الخلطة بيطة هسيب لكم رابط قناة خلطة بيطة تحت اللي بتنتقل كل ما استحق النقطة. لكن باسم سام ده شخصية فعلا غير محترمة وغير مهزبة. راجل آآ متسلط علينا. مش عارف فوق علينا منين بصراحة للأسف. انا مش عارف له مش عارف له ملته ايه. مش عارف جنسيته ايه. مش عارف. هو واضح ان هو مصري لكن عايش في المانيا وقناة الصموم اللي على اليوتيوب اللي هو عاملها فانها شغالة للنهار. طب يا سيد احنا عارفنا بقى. جهان جد. جهان نزلت مصر. ايه نعمل ايه يعني? يعني ايه المطلوب يعني? هتعمل ايه في الراجل يعني? مش فاهم. مش في قضية حبيب شغالها. فين بقى التحقق بتاعتها? فين النتائج بتاعتها? ولا شايفين اي حاجة. هاري فهاري. جهان نزلت مصر. طيب يا سيد. هتعمل ايه بقى يا جهان? عايزكم تشوف الحلقة جماعة اللي كان عاملها المزيع مصر. عن جهان. وهو كان اول واحد كلمته جهان. هسيب لكم رابط الحلقة فوق. هتطلع في الاي هنا او هنا. هتطلع لكم. توسبها لكم في صندوق الوصف تحت. اتكلمت جهان مع مزيع مصر ومسك عليها غلطات كتيرة جدا. وعرف مين اللي وراها ومين سندها بعض شلة الملحدين وهو الهدف. انا مش هلحل لكم الفيديو. سيب لكم انتو الفيديو تتفرجوا عليه. لكن باسم ازاني في قاسة يعني ازاني في قناة الاولى وقناة خلطبيطة وعليها دو وقت المفروض جالي انزام اليوتيوب ان خدت مقاطع من عنده استشهدت بيها. لكن يا باسم الطم. كله اتدمر كله القصة. شلت كل الفيديوهات اللي عملتها عندك الباية وحاجة بتاعها عندك. وعملت حذر القناة. يعني انا ان شاء الله مش هيهميني حاجة منك. بازن الله. وعايز تهدي دي كمان هدها يا سي. بس قول الحق انا هفضل اقوله. وهدفع عن الشيخ عبدالله وكل الناس المتابعين معايا بيدفع عن الشيخ عبدالله. هنفضل نتاع. من كلنا هنفضل ندافع عنه. فهدى بقى كده يا حبيبي واتبط. بتقول قناة اسمها الفكرة الحر. ولا فكرة حر ولا حاجة. ما تسابنا يا عامل الكنب. طب انا يا رجل عايز اتكلم عن اللي انت اقوله. اعمل ايه يعني? اجيب حتة من اين يعني? من عدوية? ولا اجيب حتة من كلام اللي انت بتقوله? عارف عارف. فانت يا حبيبي تهدى كده جهان جات اهلا وسهلا في تحقيقات في قضاء في كل حال. تعالوا نشوف مع بعض الهدف اللي هم عايزينه ايه? بالزبط. بالزبط بين عبدالله الرشدي. غايزهم جدا الفتاول بيطلع يقولها. القناة بتاعة عبدالله. الشيخ عبدالله رشد مليون ويه? بيطلع الراجل بيرد على كل سفيه. وكل علماني اه بيقول فخاطره ان هو هاجم الاسلام. طبعا عبدالله رشد ربنا تديره الصحة ويتديره مزيد من العلم الراجل بالاسوعه. هم بقى محروين قوي. هتلاقيوا كل القناة كده. بجد. اه يعني مفيش الراجل مش ميديهم فرصة. كل محد يطلع يتكلم بيطلع يوم تديره. الهانم اللي اسمها. اه او الامصان. نهاية ده بالامصان. عامل حلقة يا جماعة واسيب لكم برضو. هتطلع في الاي هنا كده برضو بصوا عليها وتشوفوها. نهاية ده بالامصان بتتكلم عن المواريس في الاسلام. او المراس في الاسلام. او النظام المراس في الاسلام. وحقوق المرأة في الاسلام. طيب. طبعا مع مين? مش هقول لكم. باسم باشع. اللي هو باسم سام. يعني طلع معمول حت. وهي ست محجبة. والحجاب بتاع الله اعلم يعني يعني الحت دي عندها مش عارفة زياد باني يعني. الحجاب وطلع الورا قوي يعني ما شاء الله عليها. وست محجبة المسلوم المفروض انها مسلمة طلع مع راجل علماني او ملحد او ملهوش ملة او ملهوش جين بيهاجم الاسلام. وسمعته موجودة. ويهاجم شيق الازر. طب يا شغل يعني اتنى حرارة شوية عشان شيق الازر. يعني يخلى عندك دم درجة ده غير في شيق الازر. تطلع معه. يعني انت بتمفروض تطلع مع واحد يعليكي مش واحد يقل منك. انت ما تطلع مع واحد كناته كلها خمسة وتلاتين الف مشترك على اليوتيوب. طلع معايا ولايف وزاعة بالزبط بتتكلمه وبتهجمه. في الدين او الوريء التوريس نظام التوريس او الوراس المراس في الدين الاسلامي او في الشهر الاسلامي. يعني انت خلاص يعني مش فاهمة. انت مش فاهمة انت تطلع مع مين? ولا انت ما بتفهميش? ولا انت عامل نفسك ما بتفهميش? عايزة تركب التريند وعايزة تطلع. هيقول لك انت كناتك تلاتة وتمانية الف. وهو وقناته خمسة وتلاتين الف. انتوا اللي تنم ما تصووش حاجة. ده انتوا مجبتوش ربع الشيخ عبدالله. يعني انتوا مجبتوش حتى تمنه. تمن المشتركين عند الشيخ عبدالله. ما جبتوه شراج المليون وتلاتيمية الف. انتوا من داعب اتنين ع بعضكم ما كملتوش مية الف مية وعشر الف. يعني انتوا اللي تنم ما تصووش حاجة. يعني هاد قبرقمصان اللي طلع بتهللي في كل مكان ومش عاجبك الاسلام وعمالة تتكلم على نظام التوريس والمراس في الاسلام. مع مين? مع ملحد. هياخذك معال تحت. انت فاكك ده يطلع لفوق. ده هياخذك لتحت. وغسرت ناس كتيرة جدا من طوال المرأة. اللي معاكي. يعني انت شوهت نفسك. وشوهت صورتك. وطلعت مع واحد. لا يستحق حتى ان واحد يقول له صباح خير بيسأل خير. ده ما يستحقش. بيهاجب دينك. يا مش عارف انا اقول ايه. انت متخلفة. هماسك نفس يا جماعة. معلش انا اسف يعني. انت مبسوطة دوقتي انا هاد ما تطلع مع واحد زي ده. والله العظيم ما ينفع. ده لو واحد ماشي مع واحد محترم. مش مع واحد اه شمال. بيقول له عليه شمال على طول. ماروش دعوة. انت ماشي معي بقى انت زيه. ايه صاحبك تفهميها دي? مش عارف الله. امر غريب جدا. انا حزين جدا من هادة بالقمسات. مش عارف يا كل شوية تقول لك الرضاعة مش عارف ايه. والست ما تردعش والست ما تقدمش والست مش عارف. كل كله كلام وهري والله العظيم ولا ليه ايه لازمة. احنا اللي بنعمل ايمان للناس دي. المستمعين والمتابعين. اللي واحنا زي نهادة بالقمسان. احنا اللي بنعمل لها ايمان. دي لا تستحق حتى ان الواحد يتفرج عليها على اي كلمة بتقولها او يصدق فيها اي كلمة او يستمع لأي كلمة هي بتقولها. انت ما عندك رأيه اخر شايف? لا. اه بس هو الاعمال هي اللي تبين هذا الانسان صادق او لا. الموضوع في الاعلام. هنا بقى بنتدخل. يعني مثلا انا يمكن في اول حلقة قلت اه احنا بنطالب ان سيد عبدالله رشدي ما يطلعش علينا في الاعلام ويتكلم في فتاوة. ممكن يطلع اه هو برحته يتكلم في اي حاجة. يعني اتكلم على الجيم بتاعه اي حاجة. ده ناس مسام يا جماعة وضو الغرض الحقيقي زي ما قلت لكم يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دي قناتي الاحتراطية بتنسوش تعملوها سبسكرايب واللايك والشير. وقناتي الاساسية قناة خلطة بيطة. تبقى للانزارات الموجودة من اليوتيوب هي عالم حك. فهتمنى انكم تخشوا بكلكم نعموها. تعملوها سبسكرايب واللايك والشير. كان معاكم هاني. شكرا لكم. في حفظ لو امنوا. والسلام عليكم.